يا ابني ما تتكلم إيه اللي حصل أصلي مستحيل عمي محمود ولا خالتي نجاية يكونوا زعلوك في حاجة أنا متأكد من ده كويس مفيش لا فيه أنا ذهبت من إيه بقى؟ حاس أن أنا مش عايز أقوط في البيت مش عايز أتكلم مع حد عايز أبقى الوحدي ساميق هو ينفعل لما تيجي تسافر زي ما أنت بتسافر كده بتخدني معك؟ لا يا عم عمي محمود يجي تخانق مع عمي وهي الضغطة عندها عالي ومش نقصة ده اللي خانقني وهمهم مش فاهمين إن أنا كبرت ده نقص حتى يدخلوني حمام هايستعرف رأيه؟ قول أنت السبب أيوه المفروض تفكك منهم شوية يا عماد أنا مش بأصيك عليهم بس يعني مش للدرجة دي ده بتسمع كلامهم في كل حاجة ملاكش رأيه أبدا في أي موضوع مين قال لك كده؟ كل صحابك عارفين ده علشان كده محدش فيهم بيكلمك ولا بيحاول يقرب منك انت كمان ما تعرفش بيقولوا عليك إيه؟ بيقولوا إيه؟ هتزعل مش مهم ما زعل مهم ما عرف إنك ابن أمك إيه ابن أمك دي؟ شفت زعلت إزاي؟ ما هي دي الحقيقة؟ يا ابني انت بتخاف تعمل أي حاجة على حسن أبوك همك يزعل بتخاف تأكل برا علشان ما يأكلوش لوحدهم تخاف تيجي عندنا علشان أبوك شايف إن أنا اللي ببوز أخلاقك بتخاف تسافر علشان خطر ما يوعدوش لوحدهم لحتى هدومك هم اللي بيختاروها لك مرتبك بيأخدوا منك آخر كل شهر ويقولوا لك تعمل إيه وما تعملش إيه وهو ده غلط؟ هو مش غلط بس أوفر يا ابني يا ابني انت كبرت لازم تعرف انت عايز إيه؟ المعاملة دي لو لبنت مش هتستحملها عندك حق بس ما قلت ليش بق اللي مخليك فجأة كده متمرد على بوك وامك ما أنا قلت لك الزيت خلاص براحتك مش عايز تقول ما تقولش بس هيجي يوم من الأيام وهتقول ومش هتقول لحد غيري انت عندك إيه بكرة صحيحة؟ شغل طيب ما تاخد أجازة من الشغل وتيجي معا نروح نزور عميتي في المستشفى بس لها تعبانة قوي وبصراحة أنا ما بحبهاش